بعد 27 عاماً من الابتعاد عن التمثيل تسريبات تكشف عن مسلسل عمر الدياب الجديد بعدما يقرب من 27 عاماً على غيابه عن الساحة الدرامية والسينمائية كشف النجم المتقلق عمر الدياب عن عودته إلى تمثيل بمسلسل تلفزيوني جديد من إنتاج شركة نتفليكس ومن خلال منشور عبر حسابي على موقع التواصل الاجتماعي فيتر غرض عمر الدياب قائلاً أنا سعيد جداً بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسوراً من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة وتابع الفنان عمر الدياب والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر ويستمتع به العالم بأكمله ومن ناحيته يقال أحمد الشقاوي رئيس الإنتاجات العربية الأصلية في نتفليكس أنه على مدى الثلاثين عاماً الماضية استحوذ عمر الدياب على قلوب الناس في جميع أنحاء العالم كما أنه رمز رائج وله صدى لدى الأجيال المختلفة من خلال موسيقاه وموهبته نحن على ثقة من أن هذا المشروع الجديد سيثير إعجاب الجماهير والأعضاء بعودة مجيدة لعمر الدياب إلى الشاشة وعن أسرار العمل فبحسب التقارير الفنية فسيجسد الفنان عمر الدياب في المسلسل دور مطرب يبدأ حياته الفنية من الصفر لينتقل من الريف إلى مدينة وتبدأ شهرته وتبعت المصادر أن العمل لن يكون السيرة الذاتية للفنان عمر الدياب إلى أن التصاق قد تتشابه إلى حد كبير مع حياته وأضحت التقارير إلى أن الفنان عمر الدياب سيقدم من خلال المسلسل عددا من الأغاني الجديدة والتي كتبت خصيصا من أجل المسلسل ويذكر أنه منذ العام 1983 عندما أصدر ألبومه الأول يطريق كان عمر الدياب يتمتع بمسيرة مهنية طويلة حيث أصبح أحد أكثر فنان تسجيل الموسيقى العربية مبيعا على الإطلاق كما تصدرت ستة من ألبوماته قائمة بيلبورد لأفضل عشرة ألبومات حيث وصل ألبوم شفت الأيام لعام 2014 إلى المركز الأول وفي حفل توزيع جواز الموسيقى العالمية 2014 فاز دياب بجائزة أفضل فنان مصري وأفضل فنان عربي ذكر والألبوم العربي الأكثر مبيعا عن ألبوم الليلة لعام 2013 وإجمالا حصل عمر الدياب على سبع جوائز عالمية للموسيقى وستة جوائز إفريقية للموسيقى وفي عام 2016 تم تكريمه من قبل موسوعة جينيس لأرقام القياسية كأول مغني عربي يحصل على أكبر عدد من جواز الموسيقى العالمية لمعظم مبيعات الألبومات في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر